كلمات الثورة وهتافات الثائرين تلسعك النار والجريد معا يقول محمد اليوسفي الشاب المأربي عن ثورة 11 من فبراير في ذكرها الثامنة وهو يستعرض محطات الثورة وتحولاتها كثائر وشاهد على تضحيات كبيرة قدمها الشباب اليمني المكون الأبرز لحراك شعبي رسم صورة عز نظيرها بحثا عن المواطنة المتساوية ودولة القانون هناك من قتل هذه الثورة هناك من طعنها هناك من تأمر عليها داخل الساحة وكان للميليشيات الحوثية منذ أن أخرجتهم السلمية إلى أنهم يأتون يعبرون بأصواتهم داخل ساحة الحرية وساحات التغيير على امتداد ساحات اليمن فكانوا حقيقة هم من طعن الثورة وحولها من سلمية تا إلى أنها تكون بالشكل العنيف بدأت الثورة بفعل سلمي تبعتها مرحلة انتقالية في محاولة للحد من الخسارات البشرية والمادية كان محمد واحدا من الآلاف الذين عاشوا الثورة بكل تفاصيلها توالت الأحداث وتغيرت وسائل تحقيق الأهداف وتبدلت فيها الأماكن والخصوم والشركاء إلا شباب الثورة لا يزال الأمل يحدوهم بغد أفضل